بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله بناء طلاب وطالبات الصف الثالث دائما التعليم المستمر في درس جديد في مادة التربية بدنية معي أنا الأستاذ ماجد الحميدان درسنا هذا اليوم راح يكون تصويب الكرة من الثبات وأكيد لأننا شفنا كرة سلة فأكيد في وحدة كرة سلة المتطلبات حفظناها وأكيد أبطال تعملون فيها لنا مبكرا حتى نمج جسمنا بالطاقة ونتجنب السهر تناول أكل الصحي في المنزل ثلاث وجبات فطور وغداء وعشاء وتكون في وقته صحيح وتجنب الأكل أضار المكان المناسب يكون آمن لممارسة الأنشطة الرياضية مع ارتداء زي الرياضي مناسب راح يسهل عليك ممارسة النشاط الرياضي شرب كميات كافية من الماء دائما يا أبطال يجب علينا أن نشرب كميات كافية من الماء حتى نعوض السواء اللي يتقدها الجسم خصوصا أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية من خلال عملية التعرق أبطال بعد ذلك مارس أي نشاط الرياضي تفضله وتأكد أنك راح تحصل على فؤاد كثيرة أهمها يحسن ليقتك القلبية التنفسية يحسن صحة عقلك ومزاجك يحافظ على وزنك الصحي المناسب يقيك من أمراض عدة كأمراض السمنة والسكري من الدرجة الثانية كفان الله وإياكم شرها يجعلك قادلا على ممارسة جميعا شدتك خصوصا الرياضية كلمنا عن أهمية ممارسة الرياضة ندخل على الإحمال الآن يا أبطال أول تمريم معنا هذا الرياضة من جريد خفيف في المكان القدمين قفوا وقفين في مساحة آمنة ومرتدين الزي الرياضي مع بعض تمريم جماعة ابتدي واحد دين ثلاثة أربعة خمسة ستة تسعة عشرة واحد دين ثلاث أربع خمس ست سبع همان تسعة عشر يعطيكم العافية أبطال ندخل على التمنيه الثاني تمنيه سكوات نفتح القدمين بالتسعة الكتفين أوسع قليلا اليدين مع مقدمة الجسم لحفظ التوازن والنظر للأمام جاهزين مع بعض تمريم جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة همانية تسعة عشرة أعطيكم العافية أبطال تمريم الثالث وقفز على أطراف أصابع القدمين مع بعض تمريم جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة همانية تسعة عشرة واحد نين ثلاثة أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشرة أعطيكم العافية أبطال ندخل على جانب الإطالات نضم القدمين نزول بهذا الوضع مد قدمين كاملة عدم ثني الركبتين حتى تشعر بالعضلة القلفية للفقد جاهزيني أبطال مع بعض تمريم جماعة ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد نين راث أربع خمس ست سبع ثمان تسعة عشرة يعطيكم العافية أبطال تمريم أخير للعضلة الأمامية للفقد من خلال سحب القدم اليمين باليد اليمنى واليسار باليد اليسار جاهزيني أبطال مع بعض تمريم جماعة ابتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر القدم الأخرى يا أبطال واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع سبع ثمان تسع عشر تهين من أداء التمرين الرياضية يا أبطال تذكر دائما أن ممارس التمرين ينعكس على حياتك الصحية بشكل إيجابي حافظ على ممارس ترياضي جعلها حاجة أساسية في يومك يا بطل أو على الأقل لمدة خمس أيام في الأسبوع أو مارس النشاط الرياضي الذي تفضله أنت وفر لديك ذلك يا بطل دارسنا لهذا اليوم تصويب الكرة من الثبات تقريبا من أهم مهارات التصويب إن لم يكن أهمها يا أبطال التصويب من الثبات يكون في حالتين يا أبطال في كرة السلة غالبا التصويب من الثبات يا أبطال أثناء اللعب أو أثناء الرمية الحرة يا أبطال فيكون يا أبطال التصويب إما خارج المنطقة أو داخل المنطقة أو من خلال الرمية الحرة فرق بينهم يا أبطال حساب النقاط خارج المنطقة ثلاث نقاط داخل المنطقة نقطتين وكل رمية حرة حسب أبطال قانون الرمية الحرة بنقطة واحدة اخطواتها الفنية من وضع الوقوف مواجهة السلة مع تقدم إحدى الرجلين أو تباعدهما جانبا بالتساع الصدر لديك الخيار أولا تواجه السلة لديك الخيار إما أن تفتح قدمينك بالتساع الصدر أي لا نبالغ بالفتح لا تكون قدمين مغلقة تكون مفتوحة بالتساع الصدر الوقفة الصحيح يا أبطال أو تقدم قدم عن الأخرى يا أبطال نين حمل الكرة بالكفين ورفعها ما مقدمة الرأس وبقاء الجذع مستقيما والركبتين مثنيتين أي جذع مستقيم يا أبطال الركبتين فقط مثنية يا أبطال الكرة هنا يا أبطال تصل عند مستوى الرأس بعد ذلك وضع الكرة على أصابع اليد الرامي نتكلم عن الأصابع وليس راحة اليد مع ثاني رزقها للخلف واستراد الكرة على اليد الأخرى وثاني الذراعين من المرفقين والعضدان موازيان للأرض أي يا أبطال توضع الكرة يا أبطال على الأصابع وليس على راحة اليد تكون بهذا الشكل يا أبطال تثنى للخلف يا أبطال حتى يميل الرزق للخلف استعدادا لرميها يا أبطال وعنده أكيد التصويب راح نمد ركبتين ولكن يكون في ثاني خفيف الجذل مستقيم ترفع الكرة عند الرأس الأصابع مفتوحة على الكرة ثاني اليد بالشكل هذا من الخلف حتى تستعد لأداء التصويب مد الركبتين والذراعين أماماً عالياً مع دفع الكرة باتجاه السلة بحركة خاطفة من المعصم أي يا أبطال بعد ما تكون الكرة بهذا الوضع اليد الحرة تسند يا أبطال الكرة بعد ما نحاول التصويب تمد ركبتين عالياً حتى تستطيع إيصال الكرة لسلة الفريق المنافس بعد ذلك يا أبطال اليد تتابع الكرة بحركة تكون خطافية من مفصل الرزق يا أبطال أو من المعصم حتى تضمن وصول الكرة بشكل صحيح شوف فيديو هنا القدمين بجانب بعضهم أكيد قلنا لك الخيار يا بطل أو قدم تقدم على الأخرى ثاني الركبتين جزء مستقيم حمل الكرة عنده مستوى الرأس يا أبطال ثاني مفصل الرزق للخلف خلنا نشوف كيف الثاني لاحظ هناك كيف الثاني مفصل الرزق اليد الأخرى فقط تسند الكرة يا أبطال بعد ذلك أثناء التصويب نشوف مد الركبتين عالياً يا أبطال استعداداً للتصويب وإيصال الكرة لأبعد مسافة ممكنة أو حتى المسافة المناسبة لإيصال الكرة بشكل صحيح لسلة الفريق المنافس وكسب النقاط لاحظ هنا التصويب بالرمية الحرة راح تحسب بنقطة واحدة يا أبطال أثناء التصويب من هذا المكان نشوف هنا التصويب بأي شكل من الأشكال أبطال داخل المنطقة راح يحسب بنقطتين نشوف كيف يسند باليد اليسرى الكرة كيف يحمل الكرة باليد الأخرى اللي هي اليد اليمنى نلاحظ كيف يثني اليد للخلف هنا نلاحظ أحد الطلاب القدمين متجاورة والطالب الآخر قدم متقدم على الأخرى يترك لك الخيار يا بطل بعد ذلك نشوف يحملون الكرة عند مستوى الراس ثاني مفصل الرزق للخلف يحملون الكرة ويسندونها باليد الأخرى نلاحظ هنا اليد اليسرى كلا اللعبين يلعب باليد اليمنى يا أبطال وبعد ذلك التصويب اتجاه السلة لكسب النقاط كثرة أداء التمرير التصويب عفوني أبطال سيسهل أكيد لك أداء المهارة ولكن مع أداءها وفق الخطوات الفنية التي ذكرناها في بداية الحصة مراجع الدرسنا لهذا اليوم الفيديو المرفق هو لمهارة تصويب الكرة من الثبات أو الوث بأبطال لاحظ هنا القدم لا زالت ثابت على الأرض على المشطين يا أبطال فقط مد الركبتين عاليا استعدادا لتصويب الكرة أحسنتم يا أبطال من الثبات ختامني أبطال تعلم المهارة وفق الخطوات الفنية التي ذكرناها حتى تتقن أداء المهارة لمتم بصحة ونشاط